اشتركوا في القناة وبهذه المناسبة أكد وزير النفط والبيئة التزام مملكة البحرين باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ من خلال وضع البرامج والخطط الهادفة إلى حماية البيئة في مختلف القطاعات الحيوية وتنفيذ المبادرات البيئية منوها بجهود القطاعين الحكومي والخاص التي تساهم في التحول الرقمي أو التحول السريع بمصادر الطاقة والاعتماد على الطاقة المتجددة بالإضافة إلى اتخاذ التدابير والإجراءات المناسبة في سبيل تحقيق أهداف المملكة للوصول إلى الحياد الكربوني وأشار وزير النفط والبيئة إلى أن مشروع توليد الطاقة الشمسية يعد خطوة ومبادرة طموحة من السفارة الألمانية مضيفا أن مشاريع إنتاج الطاقة المستدامة تعزز الجهود الدولية الرامية للمحافظة على الموارد الطبيعية بدوره أكد سعادة وزير شؤون الكهرباء والماء أن مملكة البحرين تسير بخطة متسارعة في تنفيذ خطة التحول الطموحة نحو الاعتماد على مصادر الطاقة المستدامة عبر عدد من المبادرات والإجراءات التي من شأنها أن تسهم في تحقيق استدامة مصادر الطاقة لفتا إلى أن مبادرة السفارة الألمانية بإطلاق مشروع تركيب ألواح الطاقة الشمسية بمبنى السفارة تعكس مدى الاستجابة في المساهمة بتحقيق أهداف الاستدامة نود أن نشارك أيضا في الأهداف الطموحة التي تسعى لتحقيقها مملكة البحرين عبر رؤية جلالة الملك المعظم من خلال تحويل 20% من مصادر الطاقة إلى الطاقة المتجددة بحلول عام 2035 والوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060 ونود أن ندعم هذا الأمر وما فعلناه بشكل مبسط هو تحويل ما نسبته 20% من استهلاك الكهرباء لمبنى السفارة إلى الطاقة الشمسية وأدخلنا أيضا في الخدمة مركبة كهربائية جديدة وسوف تكون تنقلاتي في المملكة بهذه المركبة الكهربائية المدعمة بالطاقة الشمسية سفارة جمهورية ألمانيا في مملكة البحرين من السفارات أو من أوائل السفارات التي يقدموا أو تركبوا الواحي الشمسية لإنتاج الطاقة من الطاقة المتجددة لتغطية 20% من استهلاك الكهرباء قابلة للزيادة إن شاء الله إلى 40% مع التوسعة طبعا هذا النوع من المشاريع تساند مملكة البحرين في زيادة انسخدام الطاقة المتجددة إلى حوالي 10% حتى سنة 2035 وكذلك الوصول إلى الحياذ الكربوني سنة 2060 إن شاء الله بما يخص تثبيت سولير سيستم عندهم على أسطح السفارة تعتبر أنه مبادرة جدا جيدة ونتمنى أنه الأغلبية من المؤسسات والهيئات الحكومية وأيضا المؤسسات الخاصة تنتهج نفس المنهج لأنه هذا بكل تأكيد له منفع على البيئة داخل مملكة البحرين والتي هي كمان بتأثر على الخارج وتأثر على الشعب والمقيمين يعني هي مبادرة جدا جيدة ترجمة نانسي قنقر